السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا وليس أمرا ادعموا الفيديو بالضغط على زر الإعجاب وترك تعليق تحفيزي لنا استمر بالنشر وليصل الفيديو لأكبر عدد من تلميذ شعبة الهندسة كاربائية فتعموا الاستفادة على بركة الله نبدأ حصة اليوم تحت عنوان تمارين تقويم المراقبة الجزء الثاني في هذه السلسلة سوف نقوم بمناقشة تمارين مركبة لتقويم ثناء النوبة ونكتب قوانين جديدة منها قانون قيمة المنتجة وقوانين الاستطاع أنصحكم بمشاهدة الحصص السابقة 57 58 59 وحصص تيلدرنا فيها تمارين خاصة بالبكالورية فاصل ثم نواصل تلميذي الأعزاء قبل ما نبدأ في حصتها اليوم نجيبوا ورقة الخاصة بالملخصات التي شفناها حصة الماضية وجيبوا زوج ملساقات الملساقة ركبوها في تقويم أحد النوبة متحكم فيه وملساقة الثانية في تقويم ثناء النوبة متحكم فيه هذه الملساقة تجمع وش نكتبو فيهم؟ نكتبو فيهم المقادير المنتجة هذه المقادة الجديدة هي الإستطاعات المتوسطة والإستطاعات المنتجة وكان أخبار جديد على بالي كامل سيفرحكم واللي هو في رأيكم وشي هو وشي هو وشي وخمه اللي هو تطبيق الخاص بالهندسة الكعربائية G20 هذا التطبيق سيكون مجاني لكل جميع بإذن الله سيجريكم ورح يسهلكم كل شي وما يخلكمش تخلقوه وإن شاء الله بإذن الله يكون مريقا هذا التطبيق سنطلع فيه 1 ماي ولا 2 ماي على حساب الوقت ورابط ستلقاه في هذا الفيديو في صندوق الوصف بالنسبة للحصاتي اليوم مقسمة إلى 5 تمارين وكل تمارين عنده توقيت تعم خاصة تمارين رقم 9 اللي ستكون فيه أسئلة كثيرة وأفكار جديدة هاي تلاميذ الأعزاء اللي حب يحمل هذه الوثيقة يروح صندوق الوصف يلقى رابط يلقى فيه الملخص ورقة خاصة بالملخص ورقة خاصة بالتمارين من تمارين 1 إلى تمارين رقم 11 بنسبة تمارين تمارين رقم 7 هذا هو توقيته أما تمارين رقم 8 هذا هو توقيته في الفيديو أما تمارين رقم 9 هذا توقيته في الفيديو أما تمارين رقم 10 هذا هو توقيته واخر تمارين رقم 11 هذا هو توقيته بعد ما شفت توقيت كل تمارين خير تمارين اللي يعجبك وبإذن الله تمارين تحت قويمات تحتولي لك بسبوسة هيا جمعا نبدأ بأول تمارين نبدأ بأول تمارين اللي هو تمارين رقم 7 لأنه في حساس ماذا يدرنا من تمارين الوحد حتى نتمل استوشناهم باللي تمارين تعبى كالوريات هذا التمارين هي تمارين مركبة فيها أسئلة كثيرة هيا جمعا نبدأوا تمارين رقم 7 كما تلاحظوا تمارين رقم 7 في ثم أسئلة كما وصيتكم من قبل قبل ما تقرأ الأسئلة لازم تحلل تركيب لازم تعرف عنوان تعود لازم تعطوط الدخول وتوتر الحمولة لازم تخرج القوانين الأربعة ومن بعدها رح أقرأ الأسئلة هتلقاها أسئلة مباشرة هيا جمعا نحلوا هذا التمارين إذن نحلل هذا التمارين لازم تكون عندي استراتيجية وكما شفنا الحصة الماضية استراتيجية فيها ثلاث خطوات خطوة الأولى معرفة النوع التقويم خطوة ثانية معرفة توتر الدخول وتوتر الحمولة وخطوة الأخيرة نحفظ قانون واحد توتر بين طرف الحمولة ماذا يسوي؟ يسوي توتر الدخول الأعظمي على ثلين بي في واحد كوز زاوية تأخر القدح من هذا القانون خرجوا أربع قوانين كي خرجوا كل شي نرجع الأسئلة التمارين ونحن نلقاهم بالأسئلة مباشرة هاي نطبقوا الاستراتيجية إذن أول حاجة أجمعه وش راكم تلاحظوا في هذا التركيب كان عنصر أساسي واحد فقط وهو تيرستور والله المقدة إذن في هذه الحالة وش نسميه تقويم متحكم فيه وبما أنه كان تيرستور واحد ما كان جسد جريتس إذن هذا التقويم وش نسميه تقويم أحادي النوبة إذن اكتبوا معايا جيبوا ورقة وقلم اكتبوا معايا باكرو حتمنتي يوكوشي مكتوب عندكم إذن نكتب مع بعض هذا تقويم أحادي النوبة مراقب ولا متحكم فيه لأنه يحتوي على ثونئية المقدة ملاحظة هامالي شفناها من قبل احفظ قانون واحد خاص بالقيمة المتوسطة لتوتر بين الطرفي الحمولة تقويم أحادي النوبة متحكم فيه عندنا غير هذا القانون لنحفظه إذن ايروم وايش معناتها قيمة المتوسطة بين الطرفي الحمولة ماذا تسوي؟ تسوي توتر أعظم للدخول على ثنين بي في واحد زيت كوز ألفا من هذا القانون نجمع خروا كل شيء هيا نبدأ أول حاجة نخرج وقيمة توتر متوسطة بين الطرفي الحمول هي نفس هذا القانون بسكو هذا القانون حافظوا لتقويم أحادي النوبة متحكم في إلي ونفسه إذن نكتبه كما هو إذن بها نكتبه هذا القانون نشوفه توتر الحمول أو اسمه لي اسمه لي اي طروا اير إذن توتر الحمول وش نسميه متوسط سنوية اي ثلاثة اير مواية وتوتر الدخول أجمع وش عطاه لي اعطاه لي ربعة وعشرين فورت وتوتر الدخول شكون يتغذي لي تيري ستور يغذي لي توتر ثانوي من المحول أرطان سيد يقول لي توتر الأولي إذن شكون لي يغذي لي تيري ستور الملف الثانوي والملف الثانوي مدل توتر اي ثنين مع انت اي ثنين هو توتر الدخول إذن نكتب القيمة المتوسطة بين الطرفي الحمولة ماذا تسوي توتر الدخول أعظمي توتر الدخول أعظم يسمى اي ثنين معكس على ثنين بي في واحد زيت كوز ألفا هذا بنسبة قيمة التوتر المتوسطة بين طرفي الحمولة بنفس الطريقة نخرجو التيار كم عرفنا توتر يسوي مقامة في التيار إذن التيار ماذا يسوي توتر على المقامة وبما أنه تيار متوسط إذن اي ثلاثة اير مواية ماذا يسوي يسوي اي ثلاثة اير مواية اللي خرجنا هذه على اير بعدما خرجناها بقانون اوم نعوضها هنا إذا ماذا تسوي نعوضها تسوي اي ثنين ماكس على ثنين اير بي في واحد زيت كوز ألفا هذا بنسبة قيمة المتوسطة بين الطرفي الحمولة للتيار رحو الثالثة حاجة قيمة الطيار المتوسطة بين الطرفي المقداح في هذه الحالة كما كنت لاحظوا المقداح والمقامة والمقداح والحمولة على تلسس سيكون عندهم نفس الطيار إذا ما نقول في هذه الحالة نقول اي تيرستور مواية هو نفسه اي ثلاثة اير مواية نقول اي اير مواية تح هذه الحمولة وهذا خرجنا قانون تعوالي وهذا نعوضه إذا اي تيرستور مواية ماذا يسوي يسوي اي ثنين ماكس على ثنين اير بي في واحد زيت كوز أرفا هذا بنسبة قيمة الطيار متوسطة بين طرفي المقداح وآخر حاجة هي قيمة توتر أعظمية بين طرفي المقداح وعرفناها حصص ماضية إذا ماذا نقول في تيرستور مواية وش يسوي توتر الدخول أعظمي وتوتر الدخول أعظم وش يلقينا هنا اعطاه لي 24 قيمة مباشرة اي قيمة مباشرة هي قيمة منتجة والله قيمة فعالة هذه القيمة مباشرة ديما نضربها في جذر اثنين اذا ماذا نقول في تيرستور ماكس ماذا يسوي يسوي 24 توتر ثانوي في جذر اثنين هذا الجماعة اكتبوا كامل فرقة المحاولات بعدها رحوا الاسئلة وش رح تلاحظوا هتلقوا بلي اسئلة ولا تمو باش رح نطبق قانون طبق منكم هتلقوا حتى إشكالي هيا جماعة زينا نرجعوا للأسئلة التانية إذا نروح السؤال الأول احسب زمن تأخر قدحة تي ألفا هذا شناف الملخصة تجمع ارجع الملخصة تلقوها بسيطة جدا ما عليش ذاكو نعالجوها وتشوفو كين خرجو تي ألفا إذن نبدأ بسؤال حساب زمن تأخر قدحة اكتبوا معاي حساب زمن تأخر قدحة إذا نشكول هو القانون فيه زمن تأخر قدحة إذا لدينا T ألفا يساوي ألفا من عوضوها براديا 가는 نعم. والأوميجا هي الناب struggle كما عليها هنا ألفا كيما تجدها لك بالدجري لازم تعوضها براديا لماذا لازم براديا؟ لأنه عامية وش هي واحدتها راديا خلال الثانية علي هادي ألفا لازم نعوضها برادية إذا كيف أن أستاذ أعطالي ألفا تساوي 45 درجة كيف أن نحولها بطريقة 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 ثلاثة هذه ربيع المتناسب عندي 180 درجة وشي قابلها راديا يقابلها واحد بي هكذا وعندي 45 درجة وشي قابلها يقابلها ألفا راديا إذا ألفا راديا بربع المتناسب ماذا تساوي 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 45 في بي على 180 درجة إذا ألفا راديا ماذا يساوي يساوي 45 على 180 في بي وتساوي 0.25 بي جمعة زنا من أفضل خلوها بالبي أحسن ممكن أن نلقوا بي تستازل مع بي إذا ألفا راديا ماذا تساوي تساوي 0.25 بي من بعدها روح نقدر نحسب تي ألفا إذا هينعوضوا إذا تي ألفا ماذا يساوي يساوي ألفا برادين على أوميغا ألفا راديا وشي قيناها 0.25 بي على أوميغا أوميغا وشي تساوي النبض ماذا يساوي عرفته السنة الماضية يساوي 2 في أفضل إشاطة علاقاتكم خلوها بالبي ما تختازلوش يا جماعة ما تحولوهاش ب3.14 لأنه بي مع بي ديمترو وتخرجنا نتيجة بسيطة جدا إذا ماذا تساوي تي ألفا تساوي 0.25 على 2 في 50 اللي هي توتو إشاطة ساعة وكي نعوضوش نلقوها 0.025 ثانية جماعة حاولوا أنتما تحسبوا وتكتبوا اللي إجابة تعكم في التعليقات ممكن أنا نغلط في الحسابات راني نحسب غير بالهاتف دي ما نقول هكي راني نحسب غير بالهاتف ممكن ننساح واش أي سؤال جاوبوا عليه وشوفوا الإجابات تعزوا ملائكم هذا بنسبة لسؤال رقم واحد كملناه بعدها جماعة كملنا تي ألفا من المستحسن ديروا فسط الإيطار لأنني قادر نرجع هذه القيمة ونحتاجها في الحسابة إذا تي ألفا يساوي 0.025 ثانية هذا بنسبة لسؤال واحد رحوا سؤال ثنين احسب زاوية التمرير بيطة ثم زمن تمرير تي بيطة نكتب مع بعض إذن اثنين حساب زاوية التمرير إذا زاوية التمرير ماذا تساوي؟ نكتبه مع بعض. إذن رح نحسبها هالكم برديا لأنه نطلب مني بيطة بردياً وماذا تتعلمigers قالتو بيطة ردياً ماذا تساوي؟ ي expose 180 درجة ناقص 45 درجة حذية تخرج أنا أنا أخ size بردياً أما هو اسمتة لحد saddle tab .ي اكردوا بيطة ردياً مع أنها تساوي بيطة بردياً ماذا تتعلمها لديراً نحسبو تي بيطة اوكي هينعوضو اذا ما تسوي بي ناقص سيف فاصل خمسة وعشرين بي كي نحسبوه واش نلقوها نلقوها سيف فاصل فاصل خمسة وسبعين بي اذا بي راديا تسوي سيف فاصل خمسة وسبعين في ثلاثة فاصل اربع عطاش السؤالي بعده ثم احسب زمن تمر تي بيطة اذا تي بيطة عندها قانون كيمة الفا نك اكتبو معايا 2ب هسسب زمن تمرين زمن تمرين تي بيطة واش ماذا يسوي؟ إلى بيطة بوحدة عansen حسبناها برديا على او ميغا ثم بعدها نعوض حسب فاصل خمسة وسبعين بي على ثلاثين بي في اف لأن او ميغا نبض يسوي في معا بي طروح واش تبقى حسب فاصل خمسة وسبعين على ثلاثين في اف ثم بعدها فنعوضها اللي هي خمسين هاتز توتر الشبكة الغزائي دي مع خمسين هاتز ومن بعدها كي نحسبو ونيقوجها شفف فاصل صفف سيفر خمسة وسبعين ثانية. اذا ندرها فوسط الايطار. اذا تبيط ما هذا يساوي? يساوي سيفر فاصل سيفر سيفر خمسة وسبعين ثانية. هذا بنسبة لسؤال رقم اثنين. كما كنت لاحظوا ولت اسئلة بسبوسة. اللي خاصة اللي يتفرج لحصص السابق. هذا بنسبة لسؤال رقم اثنين. اه سؤال رقم اثنين كملناه. ونروحه. رح سؤال رقم ثلاثة. سؤال رقم ثلاثة. احسب شدة التيار المتوسطة بين الطرفي اير. هيا. رح للمحاولات وشوف القوانين هذو كاربع اللي اكتبناها. شوف معي مليح. لقيت اي اير موايا ولا ما لقيتها. صحي. هيا نكتب القانون. اذا حساب شدة التيار المتوسطة بين الطرفي الحمولة. اذا نسمينا لدينا اي ثلاثة اير موايا تساوي اي طروة اير موايا على اير. توتر المتوسطة الحمولة على المقاومة اير. وتساوي اثنين ماكس على اثنين اير بي في واحد زيت كوس الفا. خرجنا هذا القانون معه بعض اشمعه. شفنا في البداية. بعد هذا القانون نعوض كل شيء. هيا. إذن اي ثنين ماكس عرفناها تساوي اربعة ووشين جذة اثنين شوفناها شوف القانون رابع اللي كتبتو. على ماشي على اثنين اير قدعطها نعطينا مية اوم. فيهاي بين ثلاثة فاصل ربعتاش. انا هاني نعوضها بالب كلية. الكل في واش في واحد زيت كوس خمسة وربعين. اجمعنا في الحسابة هاني نعوض بي كلية مش هاني كتب اثلاثة فاصل اربعة عشر. اذا كي نعوضون ديروا تطبيق عددي. احسبوا معايا. اذا اي ثلاثة ار موايا. ماذا تسوي? تسوي 0.92 امبير. كي تكمل اجابة اكتبها لي في التعليق. هذا بنسبة السؤال رقم ثلاثة. هيا روح السؤال رقم ربعة. احسب شدة تيار متوسطة بين طرفي تيرستور. اذا روح شوف الوثقة المحاولات. شوف القانون ثلاثة اكتبنا او ما اذا اكتبنا اشهد قانون نكتبه تلقي كل شي مباشر. اذا نكتب حساب شدة تيار متوسطة بين طرفي المقتاح. اذا اي ثلاثة ار موايا. اي ثلاثة ار موايا لانه تيرستور. والحمول على التسلسل. اي ثلاثة ار موايا اذا نعوضه مباشرة. ندرها في وسط الايطار. يساوي. سيفة فاصل وثلاثة ار موايا. تيار المرابرة تيرستور. هو نفس تيار تيرستور. والمقاومة على التسلسل. هذا سؤال رقم ربع. سؤال رقم خمسة. احسب توتر اعظم بين طرفي المقتاح. روح شوف المحاولات شكتبنا. قانون الاخر ركز منه. شفتها صحيح. ها روح نكتبه. نكتبه مع بعض. اذا خمسة حساب توتر اعظم بين طرفي المقتاح. اذا ما شنقوله. فيتا يستور ماكس. وش يساوي؟ توتر الدخول اعظم ماكس. ولقينها توتر على المحاول. القيمة الفعالة ضربناها في جذر اثنين. ولقينها 24 جذر اثنين. وكي نحسبوها وش نلقاها. ديناه فسطة الاهظار. فيتا يستور ماكس. ماذا يساوي؟ يساوي تلاتة وتلاثين. باصل تسعة. هذا بنسبة سؤال رقم خمس. وشو بقنا؟ بقنا سؤال رقم ستة اخي في التمرين السبع. سؤال رقم ستة اكمل رسم الاشارات. انا ماذا بيا لو كنت فرجه طرق رسم الاشارات. سواء تقويم احد النوبة متحكم فيه. او تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه. حصة بالضبط رقم سبعة وخمسين وثمانية وخمسين. وماذا بيتشاهدوا حصة ٥ اللي فيها الملخص في كل شي. هيا جمعنا نكتبوه مع بعض. اكمال رسم الاشارات. نشوفوا الاشارات هنا يا. اعطاني هنا القدحة ولا نبضة القدحة اللي فيها ستين درجة معتها ثلث. تعال النوبة. النوبة فيها مئة وثمانين درجة. وبما ان القدحة فيها ستين درجة. ستين بنسبة مئة وثمانين تمثل ثلث. على هذين ندروا لها اسقاط بهذا الشكل. اذا بعد هجمعنا نبدأوا نكملوا الاشارات بكل بساطة. رح نجاوب عليهم بسرعة. اذا عندي المجل او بنون بنفسجي. عندي نوبة موجباة. مي مكيش القدحة مزت من وصلتش القدحة. اذا ما يقضحوا شيوالي في هذه الحالة يكون مانع. هذا الجزء الصغير من النوبة يحجزوا بهذا الشكل. والحمولة ما يوصلهاش توطر. اذا الحمولة يتوتر تحيي سيوي السفر. لماذا? لان المقداح في حالة الحجز. في حالة الحصر. هذه بنسبة بنسبة الاحتمال اول. احتمال ثاني اللي لو انتوكم باللون الازرق. هنا عندي نوبة موجباة كما كم تشوفوا. شرط لول محقق. والنبضة موجودة شرط ثاني محقق. اذا المقداح ايش يعتبر? قاطعة مغلقة. اذا توطر بين الطرف المقداح. هي سيوي السفر. وهذا الجزء متبقي من النوبة. لما يروح يروح للحمولة. اذا جزء المتبقي من النوبة يذهب الى الحمولة. والمقداح يمثل قاطعة مغلقة. توطر بين الطرفي قاطعة مغلقة. يسوي السفر. هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث بلون للاخضر. كما كم تلاحظوا النوبة السالبة. ومقداح كي تعطي له نوبة السالبة. وش يكون? رح يكون محصور حاجز. اذا النوبة هذه السالبة. وش يديلها تيرستور هذا? يحجزها. والحمولة يوصل على زيرو فولت. اذا هذه النوبة تسمي نقص behold. هم يعود أن نرسمها هذه المقتاح، والحمولة هنا نقص في زيرو فولت. هناك حاجة اخرى. توتر الاعظمي بين الطرفين الحمولة يقل لك سؤال احسبه. توتر اعظمي بين الطرفين الحمولة ماذا يسوي? يسوي اثنين ماكس توتر الدخول ناقص في زيرو تار تيرستور. اي تيرستور جماع عندو هو توتر صغير عتبة ينيقص من توتر الدخول. توتر الدخول اذا الحمولة. من لافيات هذه الفنää، سوف تتوصل اثنين ماكس ناقص توتر هذا اللي تسبب فيه توتر عتبة عن مقداح الأول وإذا كان مقداح مثالي وش نقوله؟ نقوله توتر أعظمي بين ضغف الحمولة هو نفسه توتر أعظمي تعد دخول ما نحن في الواقع ما عندناش ثنائية المثال إلا إذا فرض عليك في تمرين نذهب إلى سؤال رقم سبعة مساعنا بوثائق تقنية لوثائق الصناع اختار ثنائية مناسبة لهذا التركيب مع التعليق هنا أعطي لكم ثلث ثنائيات وقال لكم وش هي الثنائية المناسبة وكما قلت لكم بل في الملخص عليها لازمنا نحسب توتر أعظمي بين طرفي المقداح وقيمة المتوسطة بين طرفي المقداح بها نختار ثنائيات بها نحترم الوثائق صناع لأن ثنائية كي تركبها في تركيب في أي لحظة تتلف وش هي سبب التلف؟ إما بسبب توتر العالي أو تيار العالي عليها لازمنا توتر تركيب وتيار تركيب لازم يكون أقل من توتر وتيار تعلق ليمد لك الصناع لازمنا نحترم الوثائق الصناع هيا أجمع نشوف الطريقة كيف نجاوبوا عنها كي يعطي لك جدول الصناع ويعطي لك الثنائية كيف تخيل الثنائية المناسبة؟ هيا أكتبوا معي سبعة اختياء الثنائية المناسبة وهي هي الطريقة أستاذ طريقة بسيطة جدا أكتبوا معي بأن نختاره ثنائية المقداح للتركيب لازم يتحققوا الشرطين مع بعض ركزوا معهم مع بعض لو كان يتحقق الشرط الأول وشرط الثاني ما يتحقق نقوله مقداح غير مناسب لازم شرط الأول محقق وشرط الثاني محقق شرط الأول واذا يجب أن يكون لازم VTRM تركيب تلك لا تحسبه بتركيب تلك اللي يجبينها 24 جدا لازم يكون أقل من توطر الأعظمي الذي يعطى من طرف الصناع وهنا وش يسميه لي يسميه لي VDRM قاد يسميه لك VDRM ولا قاد يسميه لك VMAX وش يعني VDRM ولا VMAX هو التوتر الأعظمي الذي يتحمله المقداح لو كان تفوته بشوية بار كل شيء يصبح مقداح يتلع هذا الشرط الأول أما الشرط الثاني كذلك وش هو و ومعنتها لازم يكونوا في زج مع بعض لازم إيتيار ستور ماكس لتحسبون تايا في التركيب لازم يكون أقل تماما من تيار الأعظمي المعطى من طرف الصناع وهذا تيار وش يسميه ETV ولا قاد يسمي لك EMAX معنتها أحسب تيار أعظمي وشوفه لا يجب أن أقل من ETV نقول مقحل نقوله مقداح مناسب بشارط لازم شرط الأول محقق وشارط الثاني إذا لقيت شرط من هذا وزوج ما يتحققوه وش نقوله هذا المقداح غير مناسب إذا جماعة هنزيد نبسطهم لكم هذا اللي جئين في جهة اليسرى لو أنتهم بلون الأزرق هم المقادر التركيب نتلي تحسبهم وهذا اللي بلون الأخضر هم المقادر الصانع لازم تحتارمهم لازم مقادر التركيب تكون أقل من مقادر تاع الصانع أستاذ كيفين نحسبوهم بسيطة جدا هيا ركزوا معامله إذا جمع ETAV هو تيار أعظمي الذي يتحمل المقداح كما المقداح الأول تيار أعظمي 4.7 أمبر لو كانت زيد له أكثر يتلى كما المقداح الثاني 3.8 أمبر وكما المقداح الثالث 8 أمبر أما VDRM ولا توتر أعظمي الذي يتحمل المقداح كما المقداح الأول يتحمل 25 فورت لو كانت تعطي له 26 فورت 27 فورت يتلى كما المقداح الثاني 50 فورت والمقداح ثلاثة خمسة وعشرين فولت وهذا تيار اي جيت وشي وهو تيار القدح ما نشح ركزه عليه إذا في الوثائق سنبدأ نقطار مقداح ركزه على تيار اي تيا في والتوتر في دي ارام تيار الأعظم الذي يتحمله المقداح وتوتر الأعظم الذي يتحمله المقداح هيا جماعة نحسبه هذا الزوج نقارنه بوثائق السنة ونخيره الوثيقة ونخيره المقداح المناسب إذا أول حاجة وش هي استخلاج مقدار التركيب أول حاجة بشي نبدأه نحن نبدأه بVTLSTORMAX إذا VTLSTORMAX ماذا يساوي كما شفنا في البداية شوفه في المحاولة يساوي E2MAX وكي عوضنا لقينها 24 جدا 2 إذا مش يساوي 33.94 فولت إذا أول حاجة حسب التوتر تعال تركيب ثاني حاجة وش نحسبه E-TLSTORMAX وش يساوي جماعة يساوي E3R موايا لأنه TLSTOR والحمول على التسلسل 100 بشرطة جماعة هذا الطيار كي نحسبه يساوي E2MAX على 2RP في 1Z COS ALFA هنا COS ALFA جماعة هنا ملاحظة هنا ملاحظة E-TLSTOR الموايا إذا وقتها يكون TLSTOR بالطيار أعظمي لما يفوقت نوبة كامل وقتها يفوقت نوبة كامل لازم ALFA تساوي السيفة كي يطلب منك E-TLSTORMAX عوض ALFA زيوية للتأخر قد عوضها بصيفة لأنه أكبر قيمة للنوبة لازم تمر كامل هذه ديمة ثابتة فهذا كي يطلب منك E-TLSTORMAX إذا كي نعوضها كل صيفر شي يساوي يساوي واحد احسبوها كي تحسبوها وش تلقوا E-TLSTORMAX يساوي 0.108 أمبير إذا وش رقينا جماعة حوّسنا على قيم التركيب أدركوا وش نديرو نبدأ نقارن المقداح الأول والثاني والثالث ونخيره في رأيكم شكون مقداح مناسبة يجاوبوني هيا شوفوا شكون هو المقداح المناسب إذا المقداح المناسب هو الثاني لماذا على خيات الثاني لا ما خياتش الأول ولا الثالث إذا إجابة بسيطة لماذا لأنه شرط الأول V-TLSTORMAX أقل من VDRM V-TLSTORMAX تقديرينا 33.94 وهذا VDRM تحتوي على توتر أعظم يحتوي على خمسين فولت ما عندها 33.94 أقل من خمسين إذا المترجحة محققة نزيد روح نشوفوا التيار و V-TLSTORMAX أقل من E-TLSTORMAX لماذا؟ لأنه التيار تعنا وش رقيناها لقينا سيف فاصل مئة وثمانية كما كم تلاحظوا أقل من واش من 3.8 أمبير إذا شرط ثاني محقق إذا شكونوا هو المقطع مناسب المقطع الثاني لو كنشوفوا اللول اللول غير مناسب لماذا؟ لماذا؟ هي يجابوا لأنه توتر 25 V يتحمل و أنا وش ليت 33 إذا المقطع الأول يتلف بسبب توتر عالي المقطع الثالث كذلك يتلف بسبب توتر عالي رغم أنه التيار أمليح متوتر تحوم ضعيف بنسبة توتر تختار تركيب على هذه المقدع الأول المقدع الثالثى ما يصلحوش تركيب شكون يصلح المقدع الثاني لأنه تحقق شرط الأول والشرط الثاني هذه هي كيفية اختيار مقادح للتركيب بعد ما عرفنا نكتب مع بعض إذن المقداح المناسب هو ذو المرجع هذا بنسبة السؤال سبعة رحوا آخر السؤال ثمانية أحسب تواثر والدور الجديد بعد التقويم إذن حساب تواثر والدور بعد التقويم هذه شفناه في الحصة الماضية إذن وشن قلوا بما أن تقويم أحادي النوبة فإنه إذن تقويم أحادي النوبة وش قلنا عليه كما كنتم تلاحظون هنا تواثر تعوش يساوي يساوي خمسين هرتز إذن الحمولة يوصلها خمسين هرتز لأنه تقويم أحادي النوبة إذن تقويم أحادي النوبة يحافظ على التواثر ويحافظ على الدور ويحافظ على النبض إذن شنقوله نقوله تواثر تعوش معانتها الحمولة وش يساوي يساوي تواثر تعالدخول اللي هو فو سميتكم فو معانتها الافريقونس انتري ويساوي خمسين هيرتز. اما الدور دور الحمولة اير شارج يساوي دور الدخول ودور الدخول ما اطلعنا شنولون نحسبوه من الاف الدور الدخول يشي يساوي واحد على اف انتري واف انتري اطالي خمسين هيرتز واحد على خمسين يشي يساوي يساوي صفر فاصل صفر ثنين ثانية. هذا السؤال جمع ركزوا عليه. هذا اخر سؤال بنسبة تمانين رقم سبع. اذا نكتبه هذي كملاحظة تقويم احادي النوبة يحافظ على التواطر والدور. يجيك سؤال يقول لك احسب تواطر ولا الدور. واش تقوله بما انه تقويم احادي النوبة. الدور قبل تقويم ولا بعد التقويم متساوي. تواطر قبل تقويم ولا بعد تقويم متساوي. هنا كملنا تمرين رقم سبعة. هيا تلميذي الاعزاء نزيدوا روحوا تمرين رقم ثمانية. ونحلوا بنفس الطريقة. هيا شوفوا معايا يا مليح. تمينا رقم ثمانية فيه ستة اسئلة. بل ما تجعب. اعطوا انسيه. ما تزروش. ماكش ما يزروه. ما تجعبش. بل عقل بل ع نحلو التمرين. نخرج القوانين. اوك نكملو كل شي. نرجع الاسئلة. نجدها بس بوسا. اذا هيا رح نحلو التمرين هذا. بنحلل هذا التمرين. عندي استراتيجية فيه خطوات. معرفة نوع التقويم. معرفة الدخول وتوتر حمولة. واستخرج القوانين انت لقى من قانون للك حافظ تايا. صحيح. ما نضعش نحكي عليها. هيا نبدو نطبق الاستراتيجية. اول حاجة. هذا التركيب يحتوي على جسر غريتز. والله جسر فيه رباء ثنائية. اذا هنا من جرد ترкую هذا الجسر اذا اذا هذا تقويم ثنائي النوبة. وبما انه هذا الجسر يحتوي على تيوريستورات. وان تجري تيوريستورات. اذا تقوموش يصبحitaire محكم. اذا اكتبه معي. عنوان هذا التركيب. تقويم ثنائي النوبة. مراقب. بجسر مختلط. لماذا نقول؟ جسر مختلط. فيه زوج ديوري. وفيه زوج تيوريستورات. وهذا خادمونه من ناحية الاقتصادية. ومن ناحية استهلاك. ومن ناحية استهلاك الطاقة القلال planet الى اخرين. بنحية اسم التركيب. نكتبه ملاحظة تقوين ثنائي النوبة.واد prueحات تقويم اوحدة النوبة مضرب في اثنين authentic CRMAS.يعني، مقدار تعت PuTon رضربه في اثنين. اين�ينا. بالتوقيم نبدأ خرجه للتوتر. قيمة التوتر متوسطة بين الطرفين الحمولة. ا Millionenφοque الحمولة م�� cachيلة ليس list تيفراج الحمولة. ايضا..قبل مخارجها لازم لنعرف كون هو توتر الدخول وتوتر الحمولة. اذا توتر حمولة فرض عليك استمهلك اسمهلك E-R شارج وتوتر الدخول إذا نكتب اي ار شارج موية وتوتر الدخول هنا وش اعطاه لي اعطاه لي في انتري إذن توتر الحمولة المتوسط ماذا يسوي يسوي توتر الدخول أعظمي إذا سميه لي في او سمي في او ماكس على واش على ثنين بي في واحد زيت كوس الفا هذا القانون اللي كتبت نجمع هو قانون احادي النوبة ومتحكم فيه مي أنا كشفت العنوان شقالي ثنائي النوبة إذن ملاحظة هذا الش نضربه نضربه في ثم نضرب حزنك ثنين ثنين الثنين ماذا يصبح الرحيد ؟PERV اور perch badgeheiroس طريقة مبروك علي جديد الفاروق اعطاه ونعيد على الوضع يقوم بالتأخ olması موية على اير شارج موية هنا لقناح سبناها نعوضه مباشرة اذا ماذا يسوي تيار بين طرفين الحمولة متوسط يسوي أنتر ماكس على اير بي في واحد زيت كوز ألفا. ثالث حاجة وش نخيجه قيمة التيار متوسط بين طرفين مقداح هنا جمع رقزهم معي مليح هنا التيار مقداح وتيار حمولة لا يسوي. كما ترون تيار بلون الاخضر هو الحمولة وتيار بلون البنفسجي هو تعالى مقادح. إذن تيار مقتاح الأول زي مقتاح ثاني يساوي للمقاومة إذن مقاومة وإش يوصلها زوج تيارات إذا ما نقوله؟ نقوله إير شارج موايا إش يساوي إي 2 تايير ستار إذا تايير ستار ماذا يساوي إبدالات الحمولة إي ستار موايا إي ديود موايا ويساوي إير شارج موايا هذا بلون الخضار مقسوم على ثنين لأن حمولة يوصلها زوج النوبات معانتها الحمولة نوبة لولة ومرر نوبة ثانية ومرر نوبة ثانية ووصل لها زوج نوبة فيما تلك كل تيار سطور يمرر نصف الحمولة إذن هنا وماذا نقوله؟ إذا هنا تيار سطور موية يسوي إدي دموع أستاذه لن يوجد إدي دموعية لأنه لدي ديود القالجي كسوأل يقول لك أحسب تيار المتوسط بين طرفي ديود بما أنه تيار سطور واحد وديود واحد على تسلسل عندهم نفس التيار كما قلنا أن نوبة الموجبة يمكن أن يفوت تيار سطور واحد مع ديود واحد ونوبا سيلبال مع كوسا اشكولي فوتا تاير ستور اثنين مع واش مع ديود اثنين اذا على هذي ديمة تاير ستور وديود هنا متساويين في التاير اما بعدها نعوضو اذا تاير ستور ماي عاد نعوضوها اذا تساوي او ماكس على ثنين اير بي في واحد زيت كوس الفم كل شي ولا سهل واخر حاجة قيمة توتر اعظمين بين طرفي المقداح ولا قاد يقولك تجيب لي قيمة الاعظمين بين طرفي ديود اذا وش نكتبو في هذه الحالة في تاير ستور ماكس ويساوي في ديود ماكس ويساوي توتر الدخول اعظم يسمى لفي او مع انتها يساوي في او ماكس اوكي واذا هذه القيمة جماعة واش تساوي تساوي ثثمية وحداش فوتا راح نشوفه في الوثيقة اعطاهنا ثثمية وحداش فوتا توتر الدخول واذاكم بعد تشوفوا كيف خرجتها اوكي هذا بنسبة للملخص بعدما كتبت هذه القوانين في وثيقة المحاولات بعد الاسئلة وش راح تلقها تلقها مباشرة هاي نجرأ الاسئلة اذا نبدأ بسؤال اول سؤال اول بحسب زاوية القدح الفا علما ان اي اير شارج موية يساوي 148.56 فوتا وعطانا توتر الدخول على شكل عبارة جيبية وكيمدلك عبارة جيبية جمعة توتر اعظم يوش يساوي 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 قبل سينس اللي هو ثثمية وحداش فوتا هاي اللي شاكتكم كيف خرجناها من قبل هاي نبدأ بسؤال اول نكتب مع بعض حساب زاوية القدح الفا اذا بما انو اعطى Li e-R إذا نكتبه مع بعض. أول حاجة نخرجه ما بين قوسين. إذا واحد زيت كوس ألفا. وش يسوي؟ هذا المعامل يتنقله الطرف الثاني واللي مقلوب. إذا واحد زيت كوس ألفا وش يسوي؟ يسوي P على V-O مركس. الكل في واش في V-R شارج بمعي. من بعدها وش لازمنا واحد ننقله الطرف الثاني. وش تولي؟ إذا كوس ألفا ماذا تسوي؟ تسوي P في V-R شارج على V-O مركس. الكل ناقص واحد أجمع الكل. هنا ندير قوسين. صحيح. من بعد finish the τريقになresezos. كوس ألفا. ماذا تسوي؟ من بعدها وشارج ما يعطيها أنني مئة والثمية وثمين و storm fifty. وتوتر أعظمي قبل الكتεις هو توفي واحده حاسوب الله في الكل سنة إذا هل كنتهون بbirdP في مئة وثمين 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 فاشاتص وقتا مقص واحد من حالا. أجمع الكل سرعمل. أجمع try Cos ألفا. وبالمطة الحاسوب ، نجمع الأطفال مركس algun. وانت اجمع� Irving, and splitathema CUS-A. اخر قدح. هذا بنسبة لسؤال الرقم واحد. هيا رأي سؤال الرقم الثنين. احصب شدة الطيار المتوسطة بين طرفي اير شارج. هيا شوفوا الواثقة المحاولة. اسكوا اكتبته او لم اكتبتهاش. سيفيري را كتبها. اكتب القانون. هيا نكتبه مع بعض. حساب قيمة المتوسطة للطيار بين طرفي الحمولة. اذا مش قلنا اير شارج موية. يسوي اير شارج موية على اير شارج. خدمنا بقانون الاوم. من بعدها توتر هذا اعطاهنا اجمع مباشرة. ما نحسبوش. اير شارج موية. اعطاهنا مئة وثمينة وربعين فاسطة خمسين. والمقامة قد اعطاهنا خمسين. كي نحسبوش نلقاها. نلقاها ثنين فاسطة سبعة وتسعين امبير. ونديرها فسطة الاطارة. لانه هذه القيم نحتاجهم. عليه لازم نديرها فى الاطارة. بله لن نلقاهم بسرعة. هذا بنسبة سؤال اثنين. سؤال ثلاثة. احصب شدة الطيار المتوسطة بين الطرفي تيرستور. هيا شوفوا المحاولات. كاتبين او مرحبش كاتبين. كاتبينها. اذا سؤال مباشر. اذا نكتب مع بعض. حساب قيمة المتوسطة التي ترى بين الطرفي المقتاح. اذا اي تيرستور موية يساوي اي ديود موية. شفناها مقبل. وشو ساوي? وتساوي اير شارج موية على ثنين. اذا اي تيرستور موية. اي اير شارج موية حسبنا لقينها 2.7 اومبير. نقسمها على ثنين. هيا نعوضو. 2.7 عند اثنين. وتساوي اي تيرستور موية يساوي 1.48 اومبير. اذا تيرستورات هنا يقسمه التيار لانه تقويم ثنائي النوبة. هنا كمنا السؤال الثلاثة. روح السؤال الرابعة. احسب توتر اعظمي بين طرفي المقداح. ولقد يقولك احسب توتر اعظمي بين طرفي الديود. لانه جسر مختلط في الديودات وتيرستورات. هيا شوفوا وثقة محاولات. ركز. لقيته اللي قانون ما لقيتوش. كل شي مباشر. هيا نكتب مع بعض. اذا حساب توتر اعظمي بين طرفي المقداح. اذا فيتايستور ماكس ويساوي فيديود ماكس ويساوي في او ماكس. اما بعد اوش القيناة. القيناة اعطانا عبارة جيبية. كيمتلك عبارة جيبية. ادي قبل سينيس هي قيمة الاعظمية. والقيناة 311 فولت. هذا بنسبة السؤال ربعة. اذا نديره فسطة الايطار. فيتايستور الاعظمي ساوي 311 فولت. وهذه نحتاجها بنختاره وثائق الصانع. هذا بنسبة سؤال رقم 4. هيا نكمل الاسئلة التاعنا. سؤال خمسة اكمل رسم الاشارات. هيا نكتب مع بعض. اكمل الاشارات. اذا هذه الاشارة اعطاهنا. مهنة اعطاناش زاوية القدح. مهنة اعطاناش الفا. اذا وش نديره في هذه الحالة اجمعها. زاوية القدح قده لقينها. يقينها 60. النبضة هذه الحمرة. قده زاوية تحت تسوي 180 درجة. واحنا وش لقينها الفا. 60. 60 بنسبة مية وثمانين درجة وتمثل تمثل ثلث. اذا حابت اخدمها باربع متنسبة. اكتب نوبة يقابلها مية وثمانين درجة. الفا وشو قده عندك ستين درجة. وديه ستين في النوبة تقسيم مية وثمانين درجة تلقابل لي تسوي ثلث نوبة. اذا زاوية القدح تسوي ثلث نوبة. وبما انه تقوم مثل النوبة معنات القدح نديرها في النوبة الموجبة. ونديرها في النوبة السابقة لانه النوبة السابقة وش حديلها جسي قدس صحيحة في الحقيقة او شح تولي نوبة موجب. بعد وش نديرو نديرو اسقاط للقضحات. هذي اول حاجة. من بعد جماعة نبدأ في التوتر بين الطرفين الحمولة. اذا نقبل قضحة. اذا نقبل قضحة تيريستور ما يمرش بعد القضحة وتوتر موجب تيريستور مره. اذا هنا يكون يوصلها زير فورت. اهنا تيريستور يكون مانع. وهنا يوصل جزء متبقي من النوبة. لماذا? لانه تحقق شرط لو توتر موجب وكان قضح. بنفس الطريقة هنا توتر يسير السفر. وهنا النوبة تتعكس. لماذا? لانه تقوم ثنائي النوبة. على هذه هنا اعطاكم اشارة المساعدة. جيسي قيز شدير نوبة موجبة يخليها موجبة. وسيل با يعكسها وهنا اعطاكم اشارة المساعدة. اذا هنا ما يمرش وهنا امر. لبعلا وش طلب منكم? طلب منكم اي اير شارش. بما انه الحمولة مقاومية وش يدير تيري تبع التوتر. معنات هنا يكون سفر اوامبير وهنا يكمل جزء المتبق. اذا هنا وش يكون سفر. وهنا يكمل جزء المتبقي. هنا وش يكون سفر. وهنا يكمل جزء متبقي. كل ما تزيد زاوية القدح. وش هكم تلاحظوا. كل ما تزيد ينقص تيار. وكل ما تنقص زاوية القدح يزيد زيد النوبة ويزيد التيار. اذا هنا كملنا اي اير شارش المويا. من بعدها وش طلب مننا جماعة? طلب مننا تيار بين الطرفين مقداح الاول. وش قلنا? كي يعطيكم التيار هنا اكتبوا بالارقام. هذي يسميهها رقم واحد وهذه رقم ثنين. طلب واحد اي سيمره. يمره مناوبات الفردية وه وهي سيمره نوبات الزوجية ونشوفه التاريخ اللى اللي بعدة بالتفصيل اجمع. اذا في هذه الحالة تاريخ اي ستار واحد يمره النوبات الفردية. اذا حيكون هذه كوبيت والي لها وش يكون سفرا? اذا الجزء المتبقي من النوبة يمكن يمره تاريخ ستاري والذي يحب يفهم يروح حصة سابقة أو لا يشوف التمنى اللي بعده نحن نجاوب عليه بالتفصيل لأنه التمنى الرقم 9 فيه أسئلة باهية وأسئلة جديدة ونحن أعطيكم طريقة بالتفصيل هيا روحوا السؤال الرقم 6 واشطال تطلب منكم السؤال الرقم 6 مستعينة بوثائق التقنية لوثائق الصعنة اختار ثنائية مناسبة لهذا التركيب مع التعليم هنا قد أعطيكم ثنائية أعطيكم خمس ثنائية هيا نحن أقوم بنفس الطريقة هيا يكتبوا معي اختار ثنائية مناسبة واشيها طريقة أستاذ اللي كتبناها مقبول بان خير الثنائية لازم يتحقوا لي شرطين شرطان شرط الأول فيتاير أستر ماكس اللي تحسبوا في التركيب لازم يكون أقل من في دييرم تع الوثائق الصعنة ولا في ماكس تع الوثائق الصعنة وشرط الثاني فيتاير ستو مقابل من تيار أعظمي تع الوثائق الصعنة حيث لجيها في جهة اليسر هذا مقاطي التركيب التي ستحسبه متيا الجهة اليمنى هما تعلم مقادر الصانع اللي لازم تحترمهم لازم قيم هذا تعدي التركيب لازم تقيم اقل تماما من وثائق الصانع وستاذ كيف نحسبهم بسيطة جدا اذا كما هنا اعطالي كل مقداح عنده تيار الاعظمي كما كم تشوفوا وكما هنا اعطالي في ديارم كل مقداح عنده توتر الاعظمي الذي يتحمله اذا لازمنا نختار واحد من هذو الخمسة هيا كيف نختاره نبدأ نحسبه التركيب اذا اول حاجة استخراج اما في دا نبدأ علوم وي يتم ان نحسبها في تيري سطور ماكس في تيري سطور ماكس ماذا تسوي؟ تسوي في او ماكس سوف اداء مثل الثاني حاجة ا تيري سطور ماكس سيكون اي اير شارج موائية على اثنين لانه التقيم ثولي اي اير شارج موائية على اثنين و traitor اعبد مع من ميزق تسوي في او ماكس على 2 رP v1 z كوس الفا يا اط mole مث collects عبادتين اعودها بقيمة في قيمة سيارد biom Durch 다음 سير Low c winners بين الطرف المقداح يجب أن تكتب القانون مباشرة كما في السؤال 3 أو 4 ما شاهده لا أقاره السيطان ايه تكتب قانونية و العوضها بالصفر وكذا حالة استثنائية بها نجد في الوثائق بعد نجح القيم سوف نرى ما هي قيم الوثائق الصنع يكون هناك زوج أكبر من الوثائق التركيب إذن لو نرى الجدول ما هي المثنائية مناسبة للتركيب لو نلاحظ أن نجدها المثنائية رقم 1 لماذا؟ لأنه توطط 800 وهنا قيته 311 مع أنتها قيمة الصنع أكبر من 311 والتيار 3.8 أمبير أكبر من 1.8 على وثائق الصنع بقيام ما يصلحه هيا نجاوبه مع بعض إذن بما أنه في تيستور ماكس أقل من فيدياره 311 أقل من 8 وهي متراجحة محققة مع تشرط الأول محققة و تيستور ماكس أقل من ETAV 1.8 أمبير أقل من 3.8 كذلك متراجحة محققة مدام تحقق لي زوج متراجحات إذن شكونا هو تيستور مناسب إذن نكتبه مع بعض إذن مقدح المناسب هو TYN806 هذا بنسبة السؤال 6 رحوا السؤال 7 أحسب تواطر الدور الجديد بعد التقويم إذن أكتبه معي حساب تواطر و الدور بعد التقويم بما أنه تقويم ثنائي النوبة فإن هنا ثنائي النوبة جماعة ما تسرعوش أحد النوبة حيكونهم تساويين ثنائي النوبة وش حيصرة رح يتقسم كان حاجة تقسم على 2 وكان حاجة تضرب في 2 إذن هيا ركزوا معي منه بما أنه أعطاني النبض 314 هنا في التامنين ما أعطاني كيف تواطر نجمعه للدور؟ إذا ما نقوم بها في هذه الحالة 314 هي النبض النبض يساوي 2PF إذا 2PF يساوي 314 نخرج من هذا التواطر أحسبه تلقاه يساوي 50 هاتس إذا ما نقوم بها في هذه الحالة نقول بها تواطر تلقى الحمولة ووش يساوي؟ يساوي تلقى الدخول في 2 هذا التقويم ثنائي النوبة وبعد أن نحسبها بعد ما ت sites TurnIe تلقى هنا يساوي 50 هاتس 50 في 2 وش يساوي؟ يساوي 100 هاتس إذا وش نقول الحمولة يوصل هات التواطر قدره 100 هاتس وبنسبة طريقة الدور حيكون العكس بما أنه beslirement في 2 دور حيكون مقسوم على 2 إذا وش نقول الدور بين طرفي الحمولة Air Charge تقويم ثنائي النوبة يغير خصائص الإشارة وش يدير تواتر يضربه في اثنين والدور يقسمه على اثنين اكتبوا هذه الملاحظة اذا تقويم ثنائي النوبة يضعف التواتر ويقسم الدورة على اثنين وهنا شابي بازينا العزيزة كمنا تمرين رقم ثمانية وراح نروح اهم تمرين اللي هو تمرين رقم تسعة هيا تلميذ الاعزاء الملخص ليعطيتكم من قبل سنزيد عليه اضافات اضافة الاولى في تقويم احدى النوبة متحكم فيه والاضافة الثانية في تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه كالين مقادير جديدة حابي نعطيهكم اليوم بها نجي لكم بالعقل 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 يبقى عليكم غير هذا القانون تحفظه وصي وتتهنى ومن تقويم المراقب اذا اول حاجة روح القيمة المنتجة القيمة المنتجة صح قانون تحطوه الى استاذ كذا يصايرك حفاظ القانون يبقى لك غير هذا القانون زيد احفظ القانون وصي تتهنى هذا السؤال جامجة في البكالوري على هذه احفظه مك خاصر والو اذا ما نقوله اي اير افكاس ما يعني قيمة توتر منتجة بين الطرفين الحمولة ماذا تسوي؟ تسوي توتر الدخول الاعظمي على جذر الثنين كل في ماذا؟ الكل في جذر تربعي في واحد ناقص الفا على بي هنا بشرط الفا لازم تعوضها براديا راديا معا راديا تروح احفظ بالإستطاع المنتجة بما انه قام لك كريم احفظ بالإستطاع المنتجة بما انه قام لك استطاع المنتجة تتعلق بالمقادير المنتجة إذا استطاع منتجоров ما ذا تساوي إذا P formatting, conscious выд alert استطاع ماذا تساوي، النسبة حمول مقاومة تساوي توفي في التيار إذا تساوي قيمة منتجة للتوتر في قيمة منتجة للتيار وتيار هذا جمعة كيف نحسبه E surfing, er, двигling by Argonaut هذه نسميه استععى منتجة وآخر نسميه استعى listening to nuestras قيمات ال美元 بما أنه سميه هنا استعى المتوسطة تتعلق بالمقادير المتوسطة إذا استعى تساوي توفي في التيار إذن ماذا تسوي إستطاع P-R-M-Y ماذا تسوي إستطاع P-R-M-Y اللي كنا نخرجه من قبل على E-R-M-Y هذه نسميه إستطاع متوسطة هذه بنسبة تقويم أحد النوبة متحكم فيه روح التقويم ثنائي النوبة متحكم فيه إذا وش نقوله قيمة المنتجة في التقويم متحكم فيه ثنائي النوبة يسوي توطر الدخول الأعظمي على جذر 2 إذن فش فرق ما بينتهم هذه 2 وهذه الجذر 2 الكل فيه ماذا؟ في واحد نقص ألفا راديان على P زيت سينيس ألفا على ثنين P وهنا هذي وش فيها؟ فيها ثنين ألفا هذه فيها ألفا فقط هذا بنسبة تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه بنفس الطريقة إستطاع المنتجة تبقى كيف كي هنا وصل القانون P-R-Efficace يسوي U-R-Efficace في E-R-Efficace والإستطاع المتوسطة ماذا تسوي P-R-M-Y ماذا تسوي تسوي U-R-M-Y متوسطة في E-R-M-Y هذه هي القوانين الجديدة وهنا كملنا قوانين تحت قويم المغرق هذه أجمع زنا نرجع التمرين نتاعنا اللي هو رقم 9 فيه أسئلة جديدة استدحلنا أسئلة تركوا أولا لا 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 بالعقل بالعقل واش لازم نديره؟ لازم نحلو التمرين لازم نكون ورزان وما ناشم متسرعين وكي نحلو التمرين ونفهم كل شي نرجع الأسئلة انتاعنا هاي رح نحلو التمرين وإذن أول حاجة عندنا استراتيجية كما شفتها معرفة التقويم معرفة والدخل والحمولة وانطلقا من هذا القانون خرجوا باقي القوانين صحيته؟ إذن بما أنه تقويم هذا يحتوي على جسد غريتس إذن هو تقويم ثنائي النوبة صحيته؟ بما أنه كان تيريستوين تلقى تيريستوين متحكم فيه إذن وش نكتبه هنا؟ اكتبه معايا هذا التركيب يمثل تقويم ثنائي النوبة مراقب ولا متحكم فيه باستخدام جسر مختلط وش معنتها مختلط؟ في زوج تيريستوين وفي زوج ديودات وعلى هذه قادة تجيك أسئلة على الديودات هي يقولك أحسب قيمة تيريستوين ولا توتر أعظمي تيريستوين هو نفسه تيريستوين إذن هاي نكتبه مع بعض بما أنه هذا تقويم ثنائي النوبة وش هو تقويم ثنائي النوبة؟ تقويم ثنائي وش يساوي تقويم أحد نوبة في اثنين قانون لك حافظه هذك من قبل اضربه في اثنين إذن وش هو القانون لاني حافظه أستاذ قانون لك حافظه وش هو قبل ما نخرجه أول حاجة نشوفه شكل هو توتر الحمولة سمه لي V إذن وش نكتبه القانون؟ نكتبه V موايا صحيح إذن V موايا ماذا يساوي؟ يساوي توتر الدخول أعظمي سمه لي Emax نكتب Emax يساوي Emax على 2 في واحد زيت كوز ألفا هذا القانون اللي كتبته هو قانون تعقيم المتوسط للتوتر بين الطرفين الحمولة لتقويم أحادي وليس ثنائي أحادي النوبة متحكم فيه بما أنه تقويم هذا ثنائي هذا فاش نضربه؟ نضربه اثنين اثنين مع اثنين تروح ويخرج لهذا القانون بسيط ومن بعدها بنفس الطريقة نخرجه التيار التيار بقانون اوم وش يساوي توتر على R إذن نكتبه هذا ونقسمه على R إذن Emax موايا ماذا يساوي؟ يساوي V موايا على R وكي نحسبها هذي نقسمه على R وش تساوي؟ E R موايا ماذا يساوي؟ يساوي Emax على R P في واحد زيت كوز ألفا رحوا قيمة التيار متوسطة بين الطرفين المقداح إذن كما كم تلاحظوا تيار مقداح الأول زي التيار مقداح الثاني وش يساوي؟ يساوي تيار تاعة الحمولة على هذي تيار مقداح والحمولة ماش يمتساوي إذن ماذا نقوله E-T-Store موايا وش يساوي؟ يساوي كذلك E-Diode موايا ويساوي تيار تاعة الحمولة متوسطة على 2 وكي نعوضه هذا القانون نقسمه على 2 وش يولي قانون؟ يساوي Emax على 2 R P في واحد زيت كوز ألفا صحيح؟ رحوا آخر حاجة قيمة التوتر أعظمية بين الطرفين المقداح إذن في تيار تاعة الحمولة موايا وش يساوي؟ يساوي فيديو دا ماكس بسكو وعطاني جسر مختلط وتوتر الدخول وش يساوي أعطاه لي أعطاه لي أعطاه لي أعطاه لي أعطاه لي مباشر إذن ما فيهاش فلسفة ويساوي Emax ويساوي 311 فولت بعد ما كتبت هذا في الورقة المحاولات هارواه نحلو الأسئلة رقم متسادع على ما يحب تحل الأسئلة هايشوفوا الأسئلة نبدأ السؤال لأرقم واحد أحسب زاوية القدح ألفا علما أن E-T-S2MH أعطى لك E-T-S2MH إذن شوف المحاولات E-T-S2MH عندك قانون ته اذا نكتب مع بعض حساب زاوية القدح ألفا بما أن أعطى لي E-T-S2MH لا نخرج من T-A لو كان لكم أحسب ألفا حيث تأخير قدح T-A يساوي كذا تخرجها من T-A إلى آخر إذا نكتب مع بعض E-T-S2MH ماذا يساوي؟ تطبيق إليه عن الوثيقة المحاولة الحق having 1 اس de CO2 الإجتماعي الم Determ퍼 مثل 1 اسyez CO2 الت forcing по First الان بعد هذا الواحد ننقل في الطرف الثاني اذا كوز الفا ماذا يساوي يساوي هذا المقدار كامل ما بيقوصين جماعة الكل ناقص واحد اما بعد وش نديره تطبيق عددي اذا يساوي اثنين اي رعطاه لي ثلاثمية بي احن خليك مراهي اي تاستر ماية ها رعطاه لي مية وخمسين مية وخمسة وستين ميلي امبير وش لازم نحولها تحولها الوحدة الدولية جماعة هنا لازم نحول وحدات دولية نضربها في عشرة قوة ناقص ثلاثة نحولها الامبير على اي ماكس الينات ثمية وحداش الكل هادو كامل كده حسب الاحجب هادو ناقص لها واحد وش نلقوها تسعين درجة اذا الفا تساوي تساوي تسعين درجة وتساوي بي على ثنين براتيان اذا نكتب مع بعض اذا الفا وش يساوي تسعين درجة او ماذا يساوي بي على ثنين راتيان كي يطلب مني الزام المثال تي الفا نعوض بي على ثنين رخوا لسؤال لرقم اثنين احسب شدة تي المتوسطة بين طرفي اير جماعة واعطى لك هيشوف ورقة الاجابة تاك شوف العلاقة اي تاي اير موايا هيشوف لقيتها هاي نكتبه صاحب على بال يفعل ما شاء الله حساب شدة تي المتوسطة بين طرفي اير اذا وش نقول لدينا اي تاي ستور موايا بما انه تقيمتو تراكم ما شى ما هو توفي اير موايا على ثنين اي تاي ستور موايا ستور موايا وثنين ثابت اذا اي اير موايا ماذا يساوي نكتبه اي ار موايا ماذا يساوي يساوي اي تاي ستور موايا او بعدها Никتابته او نعوض واثنين في م.ي하고 خمسة وستين في عشرة عسنة قوة ناقص من حولها الامẻ انا حابد خرجها بالامبر ولا سوى ما tentar åtشار لانو نحتاج الوحدة الدولية في الحسابات وتساوي اي ار موايا m you يساوي يساوي 6.33 امبير وتأكدوم الإجابات ممكن نغلط في الحسابات لا بسكو ديما نقولها لكم راني ديما نحسب الهاتف إذن كمنا السؤال الثنين روحوا باقي الأسئلة سؤال ثلاثة أحسب توتر أعظمي بين الطرف المقدح زيت شوف الوثاقة المحاولة طلع لك المورال صحيت هاي اكتب معا حساب توتر أعظمي بين الطرف المقدح ولا ديورت كيف كيف إذا مش مقلوا فيتايا ستور ماكس يساوي ايو ماكس وعطاهنا قيمة مباشرة 311 فول فيتايا ستور ماكس يساوي 311 فول سؤال الرابع أحسب توتر أعظمي بين الطرفي الحمولة إذا كانوا ثنائية كل مثالية احنا نلقاها ديما 311 إذا كانوا غير مثالية وش تساوي هاي يكتبوا معي هذي حاجة جديدة إذن وش نكتبو حساب توتر أعظمي بين الطرفي الحمولة إذن اي اير ماكس ماذا يساوي يساوي اي ماكس تعد دخول ناقص ثنين في ديود والله فيتايا ستور جمع في الجزء الكريس في النوبة الموجبة النوبة تمر على زوج ثنائية كل ثنائية عندها توتر العتبة تها نعتبر أن ديود وتيستور عندها نفس التوتر عتبة على هذه سميتها لكم في دي في دي إذا إذا كانت تقوم ثنائي النوبة توتر أعظمي بين الطرفي المقدار وشي سيتوتر الدخول ناقص ثنين في زيرو ثنائيات وإذا كانت تقوم ثنائي النوبة ديود وش نقول في ماكس ناقص في ديود واحد بما أنه تقوم ثنائي النوبة ناقص ثنين في ديود وإنه هنا في ديود زي وعلا أقول طاقة الدخول ناقص في زيرو ثقا ديود وانا اعتبرتهم متساوي اوكي اذا في اير ماكس ماذا يساوي؟ يساوي توتر الدخول الأعظمي ناقص توتر العتبة ليثونائيات إذن ويساوي ثمية وحداش ناقص ثنين في صفة سبعة فولت أعطيها لكم ونشوفه في الأسئلة أعطيها لكم توتر عتبة تاعد يودو تيرستو صفة سبعة فولت وتساوي ثمية وتسعة فاصل ستة فولت هذا توتر أعظمي بين الطرفي الحمولة رحوا للسؤال لرقم خمسة أحسب القيمة المنتجة بين الطرفي الحمولة وهذا اللي كتبنا هذا وين في الملخص إذن قيمة المنتجة عندي زوج قواني تاع أحد النوبة وثنائي النوبة نكتبه تعثناء النوبة إذن اكتبه معي حساب القيمة المنتجة بين الطرفي الحمولة إذن ماذا تساوي توتر الدخول أعظمي على جذة ثنين الكل في واحد ناقص ألفا لازم تعوضها برادية على بي زي تسينيس ألفا على ثنين بي أرواح نعوضه توتر أعظمي أعطيها لثمية وحداش على جذة ثنين في واحد ناقص وأشكتكم ألفا ألفا وش لقينها لقينها تسعين درجة ما تساوي تساوي بي على ثنين عوضوها على هذي تولي تولي بي على ثنين بي هذه بي على ثنين هي ألفا زايد وهنا زاوي وانت تلقى سينيس أو كوسينيس عوضها بالدقري زايد سينيس تسعين درجة على ثنين بي احسبوا معي وكتبوا معي هذا القانو الطويل إذن إير إفكاس ماذا تساوي ساوي مئة وثمين وعشرين فاصل ربعة فولت هذا بنسبة سؤال خمسة رحوا سؤال ستة أحسب الإستطاع الفعالة والمتوسطة للحمولة كما شفناها ثاني كتبناها في الملخص عايا نجابه مع بعض نكتبه مع بعض أول حاجة حساب إستطاع الفعالة والمتوسطة نبدأ بالإستطاع الفعال الإستطاع الفعالة ماذا تساوي؟ تساوي قيمة المنتجة للتوتر بين طرفي الحمولة في القيمة المنتجة للتياب بين طرفي الحمولة ماذا تساوي إير إفكاس حسبناها مئة إير إفكاس ما حسبناه نخرجها بالقانو الأوم. توتر شي ساوي تيار في المقاومة. إذا تيار شي ساوي توتر على المقاومة. إذن ماذا تساوي؟ تساوي توتر المنتج على الأير. هذي في هذه تولي مربع على أير. وحسبوا عواظ مباشرة. ماذا تساوي؟ ساوي 128.4 في 128.4 على ثلثمية. إذن هذي اير ايفيكاس على أير هي نفسها اير ايفيكاس هي قيمة منتجة للتيار. بعد أن نعوضه ونكتبها في الإطار في اير ايفيكاس ماذا تساوي؟ تساوي 54.95 و نزد احسبه الائصطاع المتوسطة بنفس الطريقة باير موايا بما أن cetاء متوسطة بعشه تعلق بالقيم المتوسطة. وتساوي اير موايا لاحسبناه في تيار قيمة المتوسطة للتيار موايا وتساويamos إذا نجمع اير موايا مع طهاله ناحخ ان نحن نسترس نعوضه عادة. وشنا نقول في هذه الحالة؟ هذه اير موايا بقانو الاومش تساوي تساوي اير في اير موايا وتساوي مقاومة في التيار المتوسطة وقيمة متوسطية حسبناها. الار عنا كل في اي 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 رم واي اي 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 رم واي تصوية اي رم واي يتسوية اي 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 رم واي موا ربه. واحسب مباشرة وتساوي مقامة تاثمية اي اي ار هي سف ست ثلاثثة ثلاثة ثلاثين في سف سف ست ثلاثة ثلاثين وتساوي بي ار ماي تسوية اثان ثلاثة 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 سبعة وستين اه ستين واط. اجماعة الحتامله علي ردات تخ PROBA هذه الطريقة. ما هكذا عندك من هكذا هذه التورregistر نحسبو. غير ما من كثروش الخدمة عوض مباشرة بقانون اوم. هذا بنسبة لسؤال رقم ستة. رحوا السؤال السابع وهو رسم الاشارات. اذا نكتب مع بعض اكمل رسم الاشارات. بنفس الطريقة هذا السؤال خدمناه بزه بزه بزه. اول حاجة رح نشوفه التقويم. هل هو تقويم ثنائي النوبة ولا احدى النوبة كما شاهدناه. تقويم ثنائي النوبة. اذا نشيد الحمولة وش توصلها توصلها زوج نوبة. نوبة الموجبة موجبة والسابات تعكس على هذي وش نرسم نرسم اشارة المساعد. هو اعطالي اشارة. ثاني حاجة نرسم اه نبضة القدح. كما لدينا هنا نبضة القدح تساوي تسعين درجة. النوبة فيها مئة وثمانين درجة. اذا القدحة ونجي نصف النوبة. ونبعد ندير اسقاط ونزيد ونرسم القدحة الثانية في النوبة السريبة لانه جيس كده النوبة السريبة سيحي اعكسها. ونزير اسقاط صحيح. بعدها نبدأ في التوتر. اذا هنا الحمولة مكانش القدحة. توتر يسير اسقاط مقضاح قاطعة مفتوحة. هنا كينا توتر موجب وكينا قدحة هنا يكون ممر. اذا هنا المقدح يمرر. يمرر نصف النوبة. نصف النوبة الاولى لها مفاتتش لانه مكانش القدحة. النوبة السالبة هذه هنا مكانش. وهنا كينا اذا هنا يمرر. هنا لماذا? لانه المقدح نوبة هذي سالبة يقلبها موجبة. هنا قبل قدح غير ممرر. هنا بعض قدح ممرر. ليحب يفهمها يروح لحصة سبعة وخمسين وثمانين خاصة كل شيء موجود بالتفصيل. بعد ما كملت توتر بيننا طرف الحمولة وروحوا التيارات. كما كنت لاحظوا. هذا تيلبلون البنفسجي هو تيلسطر واحد. وتيلبلون الازرق هو تيلسطر اثنين. وتيلبلون الاخضر هو الحمولة. اذا في هذه الحالة كل تيلسطر يمرر نوبة واحدة فقط. والحمولة يوصلها الزوج نوبة. اذا نكتب هنا بما ان حمولة مقاومية فان التيار على توفق مع التوتر. بما انه حمولة مقاومية. هذه الاشارة ليصمتها تعالى هي نفسها التيار. اذا اي 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 شارج ماذا يساوي? كوبي كولي على الحمولة. انما هذا يتعلق بالقومبير وهذا يتعلق بالفولت. مع انتها الاشارة تكون على التوفق ويتبه. بعد ما كملنا هذي اجمعها وش نديرو? نديرو الترقيم. هذين نكتبو عليها واحد وهذين نكتبو عليها الثنين وعرفتوه من قبل. لانه تيلسطر واحد ها. نتبعه. تيلسطر الواحد يمرر نوبات الموجبه. وتيلسطر اثنين وشي مرر نوبات سالبة. اذا نوبات الزوجية. اذا اماي وش تلف مني تيلسطر اثنين وشي مرر يمرر نوبات الزوجية. اذا اماي وش تكون? تكون تكون الصيف وهنا نرسم الجزء المتبقي للحمولة. اشتكفها اجمعها? هذا اي تيلسطر اثنين. عليا هذي فى الرسم ما في ذلك والرسم هنا لن يعطيكم اي تيلسطر واحد ديمان يقدم اعطيكم اي تيرسطر واحد الط darf Didn't respond to serval. بعد ما كملت اي تيلسطر اثنين في تير ستور 2 و تيرسطور 2 يكونوا عكس بعضهم اخي تفاهم نجمعها من قبل و Warner steel store تير وتوتر تعاوية يكونوا عكس بعضهم بما انه هنا يسوي صفر لا كانش تير معنى انه هنا مقتاح في حالة حصل معنى انته قاطعة مفتاح معنى انت هذه النوبة السالبة يحجزها اذا هنا نرسم نوبة سالبة نقوم بتزيzy ils y те же store غير الممر talent تيرسطور ما كانش تير معنى انته قاطعة مفتاح معنى انته هذه الجزء الاول من النوبة يحجزها ويحجزها ويحجزها وروحوا الاحتمال الثالث شوفوا الاحتمال الثالث ايه تايستو ثنين كي ينجز من النوبة بما انه تايستو ممر للتيار واش معناته يعتبر قطعة مغلقة وقطعة مغلقة توط بين طرفيه يساوي صفر اذا هنا تايستو ميحجز نوبة ويبعثها للحمولة اذا تاياروش يساوي صفر هذه هي الاشارات بكل بسط وهنا جمعازينا كمانا تمرين تسعة وروحوا تمرين ما قبل الاخير اللي وتبنيع رقم عشر هيا بنفس الطريقة تمرين هذا فيها ربعة تمارين وكما كم تشوفوا هذا تقويم ثنائي النوبة غير متحكم فيه غير بديو دات فقط بنجا نجاوب على الاسئلة لازمنا تحليل تحليل ثم التحليل كرحكم كلمة تحليل صحي اذا اول حاجة روحوا تركيب هذا عندي استراتيجيا فيه خطوات انطبقوا هذه الخطوات صحيته بما انه يحتوي على جسر فان هذا تقويم ثنائي النوبة وبما انه ممكن اشتري شطور نهائيا مع انها غير متحكم فيه بجسر اربع ثنائية اكتبوا معايا تقويم ثنائي النوبة غير مراقب قيمة التوتر المتوسط بين الطرفي الحمولة انا نحافظ قانون واحد وشي هو استثحى هذا القانون القانون هذا لازم تخرج له توتر الحمولة وتوتر الدخول اذا توتر الحمولة سمهني في اير وش نكتبوه في اير موايا ماذا يساوي وشي القانون الحافظه يساوي في ماكس على ثنين بي في واحد زيت كوس الفا توتر اذا اخذوا الخروج سماه لي في اونتري اذا مش نقوله في اونتري ماكس على ثنين بي في واحد زيت كوس الفا هذا القانون اللي كتبتو جمعه هو تقويم احد النوبة هذه واحدة متحكم فيه عينا انا تقوم هذا اللي عندي وشي هو اولا هذا تقوم عندي ثنائي النوبة معنى هذا نضربه في ثنين ومتحكم غير متحكم في مكة اشتري شطورت اذا الفا نعوضها بصيفة هاي نبدأ الفا بما انه مكة اشتري شطورت الفا نعوضها بصيفة اذا الفا عوضها بصيفة كوس الفا وشي يساوي يساوي واحد صحي تو واحد زايد واحد اشي يساوي يساوي ثنين اثنين مكة 2 اشه يصالها اطراح هنال اول حاجة عوض الافا بصيفة ثاني حاجة هذا تقوم ثنائي النوبة اذا تقوم ثنائي النوبة وشي هو تقوم احد النوبة في اثنين معنى هذا فاش نضربه نضربوها ثنين مبارك عليك خرجت اه قمام متصل التواطر على السنة ثاني يدقي في سنة ثانية عندك عام وزيادة تخرج بكل بسط. بعد ما خرجنا التوتر خرجو التيار بقانون اوم. اذا ار مواي ماذا يساوي? يساوي في ار مواي على ار. ويساوي هذه القيمة وقسمها على ات والتي تساوي اثنين في اونتر معكس على ار بي. رحوا للسؤال الثلاثة. قيمة تيار متوسطة بين الطرفي الديود. بما انه تقوم ثنائي النوبة ديمة يقسم تيار على اثنين. اذا وش نقول في هذه الحالة. ها كما تلاحظوا. اذا هذا اللون الاخثر هو تيار الحمولة. يوصلو تيار من ديود واحد والديه اربعة. مع انتتيار الحمولة يساوي اثنين الديود. مع انتها ديودي يگر تعوي ايش يساوي الشمس. ومزل ما الديود مع استشاغة. ايش يساوي الر مويا على اثنين. وما انعوضو هذه نقسمها على اثنين كمال. اثنين في انتري مع كس. نقسمه على ثني لا ب短 road. ويساوي في انتري ماكس على اير بي. واغر حاجة نجمع قيمة التوتر الأعظم من بين طرفي الديود. عذرا نحن ديود. إذا ماذا نقول في هذه الحاجة؟ في ديود ماكس يساوي يساوي في أونتري ماكس. وهنا أعطى لي التوتر 24 فوت مباشر أي حاجة مباشرة هي تقصد بها قيمة فعالة المنتجة فاش نضربها في جذر ثنين. إذا ما تساوي 24 جذر ثنين. بعد ما كملنا تحليل 80 أرواح نحلو الأسئلة. هاي نجابوا. نبدأ بسؤال أول أحسب المقاومة اير. هاي وعلما أن اي ديود موايا. شوف رفت قيمة ورقة لتعلقت المحاولات كتبت إي ديود موايا صحيح دا مير حساب إذا ما طلبنا إي ديود مقاومة؟ مإعطاء من إن عق tää رفتر أر قال استاذ القيمة يسちょا غير مفضلين إذا ما تعال理؟ تساوي V-O Max على P في E-Diode موايا. وهذه طريقة رياضية. ما هي تساوي؟ تساوي E-Diode موايا في P على V-O Max. وبعدها نضع المقلوب. لكن لا تطلب منها واحد على Air. تطلب منها Air. هذه طريقة رياضية. وبعدها نضع تطبيق عددي. V-O Max يجب عليها 24 جزا 2 على P. هي مئة وثلاثة فاصل خمسة وثلاثة. أعطيها نميلي أمبر. مع ركز وميلي أمبر. فلنحولها نضربها في عشر قوة نقص ثلاثة. وبعدها نكملها في الإطار. نلقوا Air تساوي مئة. ونزيدوا بألة حاسبة وتأكتب الإجابات. تأكتب من القيم. نتاوي. سؤال الثنين. أحسب شدة تيار متوسطة بين الطرفي Air. شدة تيار هاي شوف. مكتبها في الملخص تاكن مكتبها. مكتبها بدلة E-Diode موايا. هاي نكتبها بدلة E-Diode موايا. إذن E-Diode موايا مش لقينا. إي اير موايا على الثنين. هو طلب مني E-Diode موايا. إذن E-Diode موايا ماذا يساوي؟ يساوي ثنين E-Diode موايا. ومبعد تطبيق عدد تساوي ثنين. في مئة وثلاثة فاصل خمسة وستين. هنا ما ضربتها عشر قوة نقص ثلاثة. حيب خرجها ميلي أمبير. إذن ما تساوي E-Diode موايا. ما وش يساوي؟ مئتين وسبعة فاصل ثلاثة ميلي أمبير. ما تساوي مئتين وسبعة فاصل ثلاثة ميلي أمبير. ولا ما تساوي ثنين في مئة وثلاثة فاصل خمسة وستين. في عشر قوة ناقص ثلاثة. وش نلقى بالأمبير؟ نلقى السفر فاصل مئتين وسبعة أمبير. اوكي اجمع صحة هذه. اعذروني يالله غالب. سؤال رقم ثلاثة. حسب توتر أعظمي بين الطرفي ثنائية الديود واحد. هيا يشوفوا معكم في الوثيق المحاولة. هيا نكتب مع بعض. ماذا يشوفنا في البداية؟ اذا فيديود ماكس ماذا يساوي؟ يساوي أربعة وثلاثون فوط بالتقرير. بقى السؤال الأخير نجاوب عليه بسرعة. اللي هو أكمل رسم الإشارات. اذا كي يعطي لك هذه الإشارات. اعتبر باللي هذا تقوم ثنائي النوبة غير مراقب. الفا اعتبر الزاوية تلقى حتى تساوي السفر. ما عندها النوبة الموجبة كامل؟ اذا هذا هو التركب اللي اعطاهنا. هذا التيار بلول الأحمر هو تعديود واحد. وهنا الحمولة. اذا هاي نبدأ اول حاجة نبدأ بالحمولة. بما انه تقوم ثنائي النوبة. النوبة الموجبة يفوتها والنوبة السلبة يعكسها. اذا ها نوبة الموجبة تفوت. وهذه النوبة السلبة وشي دي لها يعكسها بفضل جسد. قدرستو شفناها في الحصص السابق. بعدما كملنا توطن بين طرفي الحمولة. رح نشوفه نكتبه. بما انه حمولة مقاومية دي ما نقرأ حمولة مقاومية. فإن التيار والتوتر على توفق. هذي كما رحي ارسمها كوبي كولي. اوكي بهذا الشكل. هذه مهمة تكون اكبر متوتة ولا اقر متوتة. بس كما عندها مش علاقة بعضها. هذه وحدتها فولت. وهذه وحدتها تيار. وهذه كل واحدة عندها مقياس السلم خاص بها. ونحن لا نخدمه بالمقياس السلم. بعدما كملنا تيار بين طرفي الحمولة. شوفوا ش فرض معكم. فرض علي. فرض عليكم ايديود واحد و ايديود اربعة. اذا ايديود واحدة جماعة. شوفوا ايديود واحد يتعامل مع النوبة الموجبة. اذا ايديود واحد يتعامل مع النوبة الموجبة. في النوبة الموجبة يكون استقطاب مباشر. نوبة سلبة ما يمرش. اما ايديود ربعة كما كنت لاحظوا. باش يخدم يخدم بالنوبة السلبة. معنى النوبة السلبة المعكسة يمررها. ونوبة الموجبة وش ستكون بنسبة لي استقطاب عكسي. اذا نقول ايديود واحد يتعامل مع النوبة الموجبة. ويدي اربعة يتعامل مع النوبة السلبة. عند الويه واحد سنوضر. سنوضر هالعج أرقام فردية هذه ،فعمل يمكن لذلك العسورة الأعيليية في المصايب رائداً. لذلك ،ورانس وأنontoية ميسر الثلاثة لاتهاج يمكننا عمل 들어가 أي invitation. أنظر relatively never-set . لذلك ف wyd cryود وتcriptل نالجه باشني المنظيم غاد Musee . هذه هي أنظر ما هو المنظيم غادر . لا جأز مع انظر ، اقوم فهم المنظيم læقبة وأم القفى سيضائج. كما تلاحظون ، weigh larger cells . بعد ك Lat backups , questi formula45 الأحديق مع المطلاrained . إذا نجمع كما الي بطارhynicos في البيتراكش يقضر% في موز lawyers 23. خليفة موز entirety فر البكر قادة يعطيكم مقدار زوج الى اخر هنا انا رصبت لك كل مقادر وهنا جماعة زينا العزيزة كملنا التمرين رقم عشرة ونروحوا اخر التمرين وننهيو بهذه الحصة هذه الحصة تعبتني بزيف بس كو حصة طويلة وخدمتها كانت صعبة بزيف 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 وعلي هذه جماعة بارطة جيوا فيديو متبخلوش زملائكم ان شاء الله كامل جيبوا البكر بمعدلة زينا هيا روحوا نكملوا تماما رقم 11 وننهيو الحصة ان شاء الله اذا انتبارين رقم 11 ثمين رقم 11 فيه ثث اسئلة بستيل جديد هذا استيل جديد ارواحه ونشرحه قبل ما نجاوب على اسئلة روحوا نشرحه التركيب هيا جماعة شوفهم عامله اذا وش هو العنوان هذا التركيب قادر واحد يقول لي جيس الجريس فيه ثنائية ديود ما عندها تقويم ثنائي النوبة غير مراقب لا لا غالط بالعقر ما تسرعش اذا اول حاجة تبع الاستراتيجية بعد ما تدا ارواح الاستراتيجية بعد اخر رجلي عنوان التركيب بما ان هذا التركيب يحتوي على جلس الجريس ثنائية ديودات اذا نسميه تقويم ثنائي النوبة. هذه الوحدة. وبما انه كان تيرستور ولو واحدة اجمعها. ولو تيرستور وحد. اذا تقويم هذا وش يسميه? متحكم فيه. why?? ieu Thinking that's good. انا لانك فيه it just for 1. إذا تقويم ثنائي النوبة. ومراقب والله متحكم فيه. بجلس الاربع وتيلس المختلفة. انا لانكي جلس الاربع 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 ولا يستثمرها. تيرستور الاربع raise. وهذا كل من اللي قبله. هذا هو غير تيرستور واحد. ما فيه اذا نكتب هنا تقويم ثنائي النوبة موراقب بجلسة اربعة ديودات وتير اسطور على تسلسل. وبما انه هذا تقويم ثنائي النوبة نكتب تقويم ثنائي النوبة واشي السويه تقويم احدى النوبة في اثنين قانون لديك هذاك الحافظ وضربوه في اثنين. هيا اجمع ان نكتب قيم الهاي اجمع ان نكتب المقادر اربعة. اذا نبدأ اول حاجة. اه قيمة متوسطة للتوتر. لازم نلقاها وتوتر الحمولة وتوتر الدخول وتوتر الحمولة V3 ايضا إذا كنت تكتبو V3 ونكتبو هنا V3 ونكتبوه كمانا وكي تتساوي وتساوي توتر V2 إذا كنت بو وعلى 2P الكل يكون مكتوب وكي تكتبها بلد مئتي وتلاته إجابة تأكد ستكون نورة العادة ما فيها حتى إشكالية إذن بعد ما خرجنا هذا القانون، هذا القانون تعوش أجمعها، هذا القانون تقويم أحد النوبة متحكم فيه، هذا أنا عندي ثنائي النوبة، مع أنت هذي فاش نضربها؟ نضربها في اثنين، ثنين مع اثنين تروح، وبما أنه كان تستور مع نتاكوز ألفا نخليها، مبروك عليك، خرج قيمة متوصلة للتوتر للتركيب جامي شفتوحياتك، هذا تركيب جديد تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه، يعني يكتم تجيب أفكار جديدة، وعندك استراتيجيا في رأسة كل شيء يحيولي لك بسبوسة بعد ما حسبنا هذه، نحسبه تيار، إذن إي أشارج موايا، وش يسوي، توتر على المقاومة أرب، وهذه نعوضها ونقسمها على أرب، صحيح، هاي لا، رحوا قيمة تيار متوسطة بين الطرفين المقتح، نجمعك هنا احتمالات هذه، هنا رقزوا معي مليح، شوفوا معي، تيار تاع إديوض واحد، زي تيار تاع إديوض ربعة، وش يسوي؟ يسوي إي تير ستار، وإي تير ستار، وش جاي؟ جاي على تسلسل مع الحمولة، ويكتبوا معي، إذن إي تير ستار موايا، وش يس بما أن تير ستار والمقاومة إلى الأства وهذه هي حاجة جديدة. وهذا كي نعوضوها ديود مياه. هذا عندي قيمة تحوى تساوي VMAX اللي هي V2MAX على ERP في واحدة كوس ألف. وآخر حاجة هي قيمة توتر أعظمين بين الطرفين المقتح أو الديود. بما أنه ترك فيه الديودات في المقادح. إذا ما شو نقوله؟ فيتا يسطل ماكس. شو شي ساوي؟ يساوي ديود ماكس تحوى هذو أربع ديودات. ويساوي VMAX وVMAX اللي هي هذي. اللي يتساوي مئتين وثلاثين جذرة اثنين. هنا جمعا كملنا التحليل. وش بقى ناظركم روح نحلو تمارين بكل بساطة. هيا ناجع التمارين بتاعنا. أول سؤال ما نوع هذا التقويم؟ إذا نكتب نوع التقويم كما شفناه. كين معين وكين تيستر. إذا تقويم ثنائي النوبة مراقب بجنسة أربع ثنائية الديود مع مقداح واحد. إذا هذا شو نسميه تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه. هذا بنسبة سؤال واحد. سؤال الثنين. إيجاد العلاقة بين ED و E-R Charge؟ ها نجاوبنا عليها. إذا نكتب مع بعض. إذن ED1 و ED4 و ED2 و ED3 كامل متساويين. مي بنسبة للتيرستار. وش نقوله؟ نقوله ED1 زيد ED4 و وش يساوي؟ يساوي E-T-R. تسلسل مع الحمولة معناتها ED1 يساوي E-R. إذا نكتب E-R وش يساوي؟ يساوي E-T-R. وبنسبة للديودات يساوي 2E. هذا بنسبة سؤال رقم ثنين. سؤال الثلاثة. إكمال رسم إشارات. هيا أجمعكم من الإشارات. إذن بنفس الطريقة نأخذ موقع أنها مقادر. إذن أجمع وش لكم تلاحظوا؟ بما أنه تقويم ثنائي النوبة. معندها تقويم هذا الشدير. نوبة الموجبة يجعلها موجبة وسلبة يعكسها. لهذا يطع لكم إشارة بهذا الشكل. هيا نبدأ بV2. إذن نوبة الموجبة تكون موجبة. وبما أنه تقويم ثنائي النوبة جسي غريتس نوبة سلبة يعكسها. سؤالي بعد ذلك. خرجوا لي V3 شارج. توطف بين الطرفين الحمولة. هذه الحمولة كما ترى تقويم الثلاثة نوبة موجبة. إذن نوبة موجبة. إذن نوبة موجبة و القدحة. القدحة هنا يمكنك إعطاءها لي 90 درجة. إذن قبل 90 درجة لا يمرش. بعد 90 درجة يمرش. إذن هنا يمرش نصف النوبة. أما النوبة التي كانت سلبة. جسي غريتس شو قلبها له. قبل قدحة لا يمرش. إذن هنا تقويم الثلاثة نوبة. إذن هنا تقويم الثلاثة نوبة. وسكن وصلوا زوج نوبات. متحكم فيه لأنه نوبة هذه نقطة نزيد فيها. ونقص فيها. هذا بنسبة V3 شارج. بعد ذلك خرج لي تيار بين الطرفين الحمولة. نكتب هنا. بما أن حمولة مقاملة ديما ثابتة. فالتيار على التوفق مع التوتو. هذه أرسمها كما رحي. Copy. Call. صحيح. بعد ذلك قال لك أرسم لي تيار بين الطرفين المقداح. بما أن المقداح والمقاملة. المقاملة على تسلسح يكون كذلك عندهم نفس التيار. نكتب هنا. المقداح والحمول على تسلسح يكون عندهم نفس التيار. إذا هنا تسطر بمرة زوج نوبات. بسبب. بسبب جيس كريتس يقلب له نوبات في زوج موجبين. إذا هذه Copy. Call. وآخر حاجة جمعها بقاتلنا. وش طلب مننا؟ طلب مننا إكمال توطر بين الطرفين المقداح. إذا المقداح والتيار دي ما يكونوا عكس بعضهم. تفهمنا عليها. بما أن هذا الجزء. هنا تيار ليسيو السفر. إذا المقداح وش يدير. يحجز الجزء النوبة. بالإشارة هذه المساعدة. يحجز نصف النوبة. نزيد وروح هنا. هنا المقداح يمورر التيار معناتها قاطعة مغلقة معناتها توطر يسيو السفر. الثالثة هنا المقداح ما عنده اشتيار معناتها مقداح قاطعة مغلقة يحجز نصف النوبة الموجابة. وهنا مقداح ممرر بما أنه ممرر قاطعة مغلقة وتوطر بين طرفي قاطعة يسيو السفر. وهنا جمع زينا كمنا آخر تمرين اللي هو تمرين رقم 11. هنا جمع دلنا تقويم أحد النوبة. تقويم ثنائي النوبة متحكم فيه غير متحكم فيه. حلنا تمرين الخاصة بالبكالوريات. حلنا تمرين مركبة معناتها ووصلنا للنهاية. وما أبقى عليكم غير السلام. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر